رياضيا يخوض الفريق الوطني لكرة السلة مبارياته النهائية لتصفيات كأس الأمم الإفريقية بالعاصمة الكامرونية يونده تقرير عباس بكر مصطفى عقب مشاركتي المنتخب الوطني لكرة السلة الساوو في تصفيات لكأس الأمم الإفريقية لكرة السلة في مباريات المنتخبات بالمنطقة رقم 4 للمجموعة الثانية وأن المجموعة تتضمن ثلاث منتخبات وهي منتخب الكامروني والغابوني وقد منتخبنا الوطني ساوو حيث تمكن المنتخب الوطني ساوو الفوز على نظيره منتخب الغابوني في مباريات الذهاب والعياب وفي مواجهة أخرى مع منتخب الكامروني فقد تمكن الساوو من السيطرة على عرض الملعب وفي الدقائق الأخيرة تغلب المنتخب الكامروني بالفوز وبعد عودة لاعبي المنتخب الوطني لكرة السلة ساوو إلى البلاد فقد صره للصهافة عن بعض الصعوبات والأقبات التي واجهوها المتمثلة في عدم مشاركة بعض اللاعبين إلى جانب المشاكل المادية إلا أنهم قد بذلوا قصار جهودهم من أجل رفع العالم الشادي أمام نظرائهم وعليه فإن المنتخب الوطني لكرة السلة فقد غاب لمدة أربع سنوات في تصفيات لكأس الأمم الإفريقية لكرة السلة وعلى أمل أن يفوز المنتخب الوطني بالمشاركة في بطولة كأس الأمم الإفريقية والتي من المقرر أن تستضيفها العاصمة الكنغولية برازافيل هذا كل ما لدينا في هذه الساعة شكرا لكرم المتابعة دمتم في أمان الله